الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز لأهم وآخر الأنباء أتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح أسيسي تصال هاتفيا برئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة أكد خلاله الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات ما بين البلدين مشددين على التزامهما بدفع التعاون المشترك في مختلف الملفات وبخصوص قضايا القارة الأفريقية أكد رئيسان مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون ما بين دول الإقليم وترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول كما تم التطرق إلى الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر وسبل ضمان استقرار وسلامة الملاحة البحرية ناقش رئيسان كذلك تطوير التعاون ما بين دول القارة وفي إطار الاتحاد الإفريقي تنطلق اليوم فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الأسكندرية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تشهد الفعاليات جلسات نقاشية موسعة تشارك بها وفود دولية ومحلية العديد من فئات المجتمع لدفع مشاركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة تأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي ضمن استعدادات الدولة لاستضافة المنتظى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة في دورته الثانية عشر بمدينة القاهرة وذلك في الرابع من نوفمبر المقبل أدانت مصر وبأشد العبارات اعتذاءات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة بالسودان أكدت الخارجية مجددا ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان كما دعت الخارجية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مبادئ إعلاني جدة حفاظا على مقدرات الشعب السوداني كما أكدت الخارجية أن مصر لا تتدخر جهدا بالتعاون مع الشركاء لحق ندماء الشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج من محنته أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أعلن أنه أبلغ المبعوثة الأمريكية الخاص إلى لبنان أمس هوكستاين بأن الجيش اللبناني مستعد لنشر قواته بالجنوب وأضاف ميقاتي أن المطلوب وقف إطلاق النار مع ضمانة أمريكية مشيرا إلى أنه لا خيار سوى تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 كاملا واستعادت الاستقرار في جنوب لبنان في السياق اغتالت وحدات خاصة إسرائيلية من أحد عناصر الفصائل الفلسطينية في مخيم طول كرم بالضفة الغربية المحتلة عقب تسللها لأطراف المخيم بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية قبل أن تفتح وابلا كثيفا من الرصاص وتنسحب من المنطقة وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن مستشفى طول كرم الحكومي استقبل شهيدا عقب الهجوم في مدينة قلقلية أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقلية وسط اندلاعي مواجهات تخلى لها إطلاق للرصاص الحية نفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في سيلي نيبينزيا صحة تقارير تفيد بتواجد قوات كورية شمالية عند الخطوط الأممية في المواجهة مع أوكرانيا وتهم السفير الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية اتهم واشنطن ولندن بممارسة التضليل واصفا التقارير عن تواجد قوات كورية شمالية في روسيا بأنها أكاذيب مكشوفة رياضيا حقق فريق سموح الفوز على ضيفه حرس الحدود بنتيجة 3 واحد في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الممتاز بنسخته الجديدة ليحصد سموحة أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري بينما يبدأ حرس الحدود المسابقة بالهزيمة الأولى في نفس الجولة تمكن المصري البور سعيدي من تحقيق الفوز على ضيفه طلائع الجيش بهدفين دون الرد بهذا الفوز حصد المصري أول ثلاث نقاط لأوفي الدوري يأتي تاليا لسموحة بشكل مؤقت في انتظار نتائج باقي مباريات القولة الأولى